ليه اخر سنة كانت صعبة؟ من يوم مطش تلاتة تلاتة بتاع الاهل والزمالكة الدنيا بعد جون المتعب الاولاني الدنيا بدأت تطلق بط شوية شيلت الليلة من الاخر يعني يعني ما شيلتهاش اوي احنا لو كنا كسبنا وكانش اي حاجة ما كانش حد هيشيل ما كانش حد هيشيل لان حتى احمد جعفر خطف من قبل وقع الجمعة الجون الاولاني بدماغه طبعا ايجا في المطشاط الاهل والزمالك وقع الجمعة طبعا احسن مدافع في فرنس فلو كنا كسبنا مشكلة تدينيها تمشي بس جون الاخير في الدقيقة التالتة ببقى انه والرابعة من الوقت البدل الضايع وتعادلنا تلاتة تلاتة فكل بقى جاه على الصفت وغانم ساعتها بقى بس كده والناس تقعد كل شوية حتى عامل الصفت وإحمد غانم عشان مبرادة بس اه اه بدايتها كده رغم اللي غانم ساعتها غانم انا فاكر ساعتها غانم برضو كان هيمشي معي في نفس حظنا مع بعض ماشي برضو بتاعه وكان هيروح الاهلي ساعتها يا احمد غانم كان رايح الاهلي بس القعد يعني قعد والنادي مضى حاسس انه الجيل ده اللي في الزمالك ده ظلم بسبب كان وقتها الاهلي قوي جدا في الفترة دي اه ظلم اه اول ساعتها يعني بتنافس الاخر اه 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 2006-2007 سوريا 2006-2007 اه 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 يعني احنا ما كنا بننافس الاخر بس هما كانوا وقتها فرقة قوية جدا لا 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 فرقة قوية لا لا بجد والله طيب لو quiserpeople اه وانة